أتوا على دراجتين بهذا البرد القارص وهم مهيئين للهجوم كانوا في أحد البيوت لمدة يومين أو ثلاثة وراقبون بالنواظير على السرية تبعد ستة كيلو حوالي عن الشارع العام الرابط بين الخالص وكركوك يعني موجودة في عمق الصحراء يعني ستة كيلو بعيدة موجودة بالعمق موجودة جوه في مكان خطر هاي المعلومات هاي المسافة طويلة يعني لا تتوقع بأنه مسافة قصيرة ميت كيلو متر كيف دايين تقلون بالدراجات أو بالعجلات وهذه المناطق ممنسهولة تتحرك بيها مشرط هذه قد يكونون أتوا من حاول عظيم هم حركتهم مرنة هم الدواعش حركتهم ليست مثل حركة الجيش عندما يتحرك عجلات مدولبة ومسرفة وهاوانات وكل شيء احنا من نتحرك حركة الجيش ثقيلة لكن هم حركتهم خفيفة هاي حرب العصابات قد يكون أتوا على دراجتين أو قد يكون ثلاث دراجات مع العلم بهذا البرت القارص وهم مهيئين للهجوم فلذلك هذه المنطقة اللي حول السرية قسم منها مأهولة بالسكان وقسم لا قد يجوز كانوا في أحد البيوت لمدة يومين أو ثلاثة وراقبون بالنواظير على السرية احتمل يعني أنطي احتمالية كبيرة لهذا الشيء يعني هم مو بباشرة دخلوا من باب النظام وقتلوا الشهيد النايب ضابط وكان يعرفون بس هذا موجود يعني ما كان أكو جندي بالبرج أيضا زين وفورا دخلوا ونفذوا عملية سريعة وطلعوا فمو من السهولة يعني رأسا نقول والله جوه ودخله وكأنه يعني بالعراقي هاي عملية لا أبالية لا أنا متأكد أكو مراقبة وأكو تدقيق كان وأكو استمكان بهذه الفترة كلها ثم نفذوا هاي العملية هذا الموضوع إذن هنا نسأل نقول وين كانت الاستخبارات إذا كانوا هم موجودين هنا أو انتقلوا من الحاوي أو انتقلوا من جنوب غرب كاركوك كل هاي الفترة قد يكونون موجودين مختفين في مكان قرب مقر السرية الثلاثة انسى هذا السرية تبعد ستة كيلو حوالي عن الشارع العام الرابط بين الخالص وكاركوك يعني موجودة في عمق الصحراء يعني ستة كيلو بعيدة موجودة بالعمق موجودة جوه في مكان خطر يعني الموضوع مؤلم بكل الأحوال نحتاج لحد الآن هناك تحقيق هناك ناجي بالموضوع هناك جندي يعني بقى ما لم يستشد يعني ما قتلهم ما استطعوا قتله الرجل يقول أنا دخلت يهم باشتباك وننتظر التحقيق أنه كيف حدثت مثل هذه العملية اللي سبت صدمة إلى كل القطاعات الأمنية والعراقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر